السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا خير لحظة نقل الفنانة مرفة امين لمستشفى الامراض النفسية والعقلية بالصوت والصورة وانهيار بنتها من نطلة حسين فامي على الهواء مع الاعلامي حمر اديب وكمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظتها الاخيرة وطبعا هنشوف حالتها ووضعها الصحي ايه بعد توقف عضلة القلب سبحان الله حالة من الحزن الشديد تخيم على الوسط الفني من بعد وفاة الفنان احمد خليل احمد خليل عامل مشترك بين الفنانة مرفة امين وايضا بين الفنانة سهير البابلي هو كان احد ازواج الفنانة سهير البابلي وكمان كان اخر عمل لي مع الفنانة مرفة امين مرفة امين ربطتها علاقة كوية جدا بالفنان احمد خليل في هذا المسلسل مسلسل إلا أنا طبعا وقالت إن هو عوضني غياب دلال عبد العزيز وأيضا رجاء الجداوي كان بيسأل علي كان دايما بيكلمني في التليفون حاول إخرجني من الفترة اللي أنا مرت بيها ولكن هو كمان مات هو كمان راح جالها حالة من الهلع الشديد جدا من فكرة الموت إن كل الناس اللي هي بتقرب منهم وبتحبهم بيموتوا حتى لما اتنقلت للمستشفى الأمراض النفسية بعد ما طبعا ذهبت لطبيب نفسي وللأسف قال لها هي محتاجة ترتاح كتير قوي تاخد مهدئات تاخد مسكنات تاخد حاجات منومة إنها تفضل نايمة لإنها تفكيرها في حتة الموت نفسه ده بيخليها تصاب بانهيار عصبي حاد كمان كل الناس للأسف بيقولوا إن هي وشها وحش على بعض الفنانين وإن آخر عمل لفريد الأطرش توفى بعد كان معاها أعتقد أيضا رشد أبوازة كذا فنان ودلوقتي الفنان أحمد خليل يا طرى هي السبب في معاد موتهم يا طرى هي اللي قالت هيموتوا النهاردة أو بكرة على فكرة لكل أجل كتاب ربنا اللي بيختار المعاد والساعة والوقت وفين لكن هي مش لها أي علاقة من توفى قبل مين بلاش تبقى هي في الحالة دي وكمان بتقولوا عليها كده عيب أو يعني يعني هي هي بنا أدمى ممكن تكون خايفة من الموت هو الموت حق وعلينا جميعا وكلنا كلنا حاجة أكيد هتحصل ولكن هي ممكن تبقى عندها خوف ورهبة كبيرة يعني أصدقائها اللي كانوا قريبين منها لاتنين توفوا الصديق الجديد اللي بيعوضها هو كمان توفى وفي فترة قريبة أوي مع بعض طبعا كلهم توفوا لكن هي حاليا موجودة داخل المستشفى من نطلح سين فامي طلعت مع الإعلامي عمر أديب وتكلمت وقالت أنا زعلانة أوي من الناس اللي بتقول على أمي إنها بقت مجنونة أنا ممت كويسة وهطفلة لكويسة أزمة وإن شاء الله هتعتي يدعو لها كتير وإن شاء الله فعلا تكون أزمة بسيطة وتعدي دلوقتي هندخل على خبرنا التاني وهو الفنانة الكبيرة رائدة المسرح وأستاذة المسرح الفنانة سهير البابلي الفنانة سهير البابلي حاليا داخل العناية المركزة يا جماعة ما بقتش عارفة حد تماما يعني فقدة للوعي فقدة للنطق فقدة للسمع حتى البصر كمان سبحانك يا رب معرفش هناك أخبار كتير أو أنهم عايزين يصفروها الأيام اللي جاية أو بالتحديد الساعات اللي جاية علشان تعمل عملية في القلب لكن بنتها نيفين طلعت وقالت أنا والدتي ما تستحملش عملية في القلب وضعها الصحي حاليا لا يسمح وكمان قالت أنها ممنوعة أنها أي زيارة بس لما بندخل جنبها ونقرأ قرآن أو نقول أدعية بتحس بينا بنحس أن إيديها بتتحرك رأسها بتتحرك شمال ويمين طبعا أمنيتها أنها كانت نفسها تتوفى وهي بتصلي أو تتوفى في بيت الله الحرام ربنا يديها الصحة وطول العمر والعافية سعاد يونس دائما عمالة تكتب ليها أدعية على صفحتها وكمان راحت زارتها ربنا يشفيها سلام عليكم